الحقيقة في السودان فجأة صحيح النهاردة على مشاكل داخل السودان ما بين قوات المخابرات أو الأمن الوطني وبين قوات الجيش وإطلاق عائرة نارية قوات أمنية غاضبة تطلق النار بكسافة الخبر هو أفاد مصدر بالجيش السوداني بأن جنود من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات بالعاصمة الخرطوم أطلقوا النار بكسافة في الهواء احتجاجا على عدم تسلم مرحية شعارة أي حاجة على عدم تسلم أي برضو مرحية شعارة حاجة حقوقهم لكن منه لله اللي شال البتاعه وأطرف عفوا على كل حال الفيديو معنا نشوفه كده نشوفه كده الحقيقة أن المخابرات دي كان اسمها جهاز الأمن الوطني عفوا انتغير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ده كان في 2019 في يوليو غيره اسمها من جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى قرر المجلس العسكري الحكم تغير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى اسم جهاز المخابرات العامة بحسب ما أعلن مدير الجهاز وبعدين كان فيه مشكلة كده في الفلوس خلينا نسأل السيد جدو عشر قيادي في حركة العدل والمساواة السودانية سيد جدو مرحبا بحضرتك سمعني حضرتك؟ يا سيد جدو إذا كويت؟ نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دينا فكرة عن إيه اللي حصل في السودان وإيه حكاية المخابرات واصدامها مع الشرطة العسكرية طيب أخي أحلا ومرحبا بك ومرحب بجميع المشاهدات والمشاهدين الكرام مرحبا بها كثيرة ومن وقت لآخر اليوم كما ثابتهم كل الأجهزة العالمية المحلية والعالمية أن الخرطوم كانت في إياراتنا نارية مباشرة كما يقين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات فرحية الأمليات احتجاجا على استحقاقات التفريح نعم ولكن كما شاهدت بالمؤتمر الصحفي لنايب رئيس مجلس السيادة فريق حمدان هميتي ذكر أنه كشف معلومات خطيرة جدا ويعني أصبر جميع العالم والمواطنين بما يحدث داخل المنظومة الأكثرية في السودان طيب خليك معي أنا معي السيدة تيسير النوراني القيادية بقوة الحرية والتغيير سيدة تيسير كما فهمت من السيد جد الوقتي أنه في مشكلة في الاستحقاقات يعني هناك حالة شكوى أو ظلم تعرض لها فئة في المخابرات من استحقاقاتهم هل ممكن يكون ده السبب الوحيد أم أن هناك عوامل أخرى وهل نستطيع أن نعتبر ما حدث اليوم في السودان تمرد؟ شكرا جزيلا وفتحوا المخابر وأخذوا الأسلحة وذلك يعتبر تمرد طبعا لذا أعتقد أن هذا هو تمرد على قرارات وعلى عوامل عسكرية في حيئة في هذا الأمن المخابرات سيدة تيسير مين اللي وراء التمرد؟ مين ممكن يكون وراء التمرد؟ هل هو سبب قوة داخلية أم أنها قوة خارجية؟ أنا أعتقد أنها هيئة العمليات قوة داخلية بها عدد 13 ألف من الجنة وهم رتبوا مع بعض في قرطون وطوبة وفي ملاقب تانية مختلفة جدوا نجح في عملية التمرد ويجدوا آخر رصد وأعتقد أنها مسئلة داخلية في هيئة العمليات داخل الجهاز الأمن والمخابرات طيب خليكي معي بعد إذنك سيدة تيسير الأستاذ جدو لكن السيدة تيسير بتقول أنها داخلية عوامل داخلية إنما حمدتي بيقول أنه بيتهم صلاح خوش بأنه وراء هذه أو حركة التحريض اللي حصلت الأخيرة أهو حمدتي يتهم رئيس المخابرات السابق بتنفيذ مخطط تخريبي إلى أي مدى تتفق مع ما ذهب إليه السيد حمدتي؟ أنا شخصيا فلا أستطيع أن أتهم أهد صلاح بوش أو غيره لأنه أنا لست جزءا من النظام القائم الآن في السودان بل أنه فلا اشتبعت سيكون هناك إشكالا بين مكونات القوى الأسكرية في السودان منذ إثقات نظام المؤتمر الوطني كما تعلمون جيدا رئيس المخابرات الأمن السوداني سلاح بوش شريك أساسي ورئيسي في إتاحة بالنظام البايد أو رئيس أمر حسن أحمد البشير فبعد تم إثقات نظام مؤتمر الوطني أو النظام البشير هناك تم تبايينات داخل القوى الأسكرية بين سلاح بوش أو حمدتي وكمان أبد المعروف وكلهم فهناك تم إشكالا بعد ذلك تم إبعاد سلاح بوش بأكيد أنه ده نظام بنية منذ طوال 30 عاما بالتأكيد تفكيك النظام ليس بأمر ساهل يعني يتم في يوم أو يومين بالتأكيد يتم إعادة صفوه وأكيد كما تعلمون جهاز العمل والمخابرات العامة وفرية العمليات هم يعني ميزانياتهم كانت مفتوحة يعني من مجيء نظام مؤتمر الوطني إلى آخر لحظة تم إثقات نظام مؤتمر الوطني ويتقلون كما يشاءون ويحصدون في أرض فسادة كما يشاءون الآن إذا يتم تفريح أكثر من 13 ألف جندي من الرطبة المختلفة وضباط وضباط صفوه وأمر أكيد أنه يتم هناك خلافات وده أكد على ذلك المؤتمر الصحفي لنايف رئيس المجلس السيادة الفريق الحميسي هناك خطة مدبرة فلا أشك أنه يكون خطة مدبرة من الأجهزة الأمنية أو قلول النظام الباعث في السودان فهذا أمر متوقع أمر متوقع وسنتوقع المزيد وإلا يعني أنا كل المعارضة وعلى الضباط والمجلس الأسكري ومجلس السيادة الذين يستولون أمر حكم البلاد في وقت الحالي الإسراء إلى اتفاقيات سلام شامل مع كل مكونات الشعب السوداني والحركات المسنهة وكل المعارضة الذين قاموا بساحموا لإسقاط نزام المؤتمر الوطني فيتم إعادة حيكلة القوات الأمنية برمتها وقوات النظامية كلها بما يتمثل في القوات المسلحة والشراطية والأمن كل القوات المسلحة يتم إعادة الحيكلة للقوات المسلحة وإعادة بناء مؤسسة الدولة السودانية بأكملها من ثم نتوقع نجد استقرارا في السودان وأنا الإخوة في قوة إلان الحرية والتغيير يرجع عليهم سوطلون كبير جزء كبير من الإخوة في قوة إلان الحرية والتغيير بعد إسقاط نزام المؤتمر الوطني حاول يتركوا الثورة وينحرفوا في تجاه يعني في تجاه هذه تم إخصاء أليس من الشباب الذين كانوا واقفين وإستطرون الرفصات السدور والعارية في كل من كل أنحاء السودان وأيضا تم إخصاء تماما كل المناظرين الذين يقاتلوا نزام منذ عشرات سنين تم يبعادهم تماما وتم كل ما يتم إلى اليوم تم استقاط نزام من أبريل 2019 أخي الكريم إلى اليوم السودان يعني واصلت واصلت وجهة نظرك السيد جد وعشر بشكرك جدا القيادة في حركة العدل والمساواة سيدة تيسير سؤال الأخير لحضرتك يعني ما هو السيناريو المتوقع لحركة التحريد دي أو التمرد اللي حصلت النهاردة الآن الجيش أعطى هذه الحركة المسنوذة أربع شاعات من عدد تنسلهم أنفسهم وتنسلهم أسلحتهم ومن بعد ذلك يمكن أن يتم ضربهم والسيطرة على المراقب إنه الحال الجيش وقوات الدعمة السريع تحاطر أماكن هيئة العمليات صغيرات شرعر في خرطون وفي البحر البحري بيكافوري وهناك أربع شاعات خدنا أما أن يسلموا أنفسهم أي يتم اكتفاحهم من الجيش ولكن أعتقد إلى الآن هذه القوة لم تتناظر ولم تسلم أسلحتها ولم تتاهم ولم تهدي الموقف إلى الآن بل هناك بردنات كبير جدا كان في البحر الكافوري وأيضا هنا في شارع المطار وما معروف ومتوقع إنه لبكرة يحصل شنو لكن بالإثمان إنه يعني يحكم مسوطة العظم هيئة العمليات تتسلم أسلحتها وتتناظل من هذا التمرد يتم تثبت أمر بعاشهم بطريقة إيجابية بشكرك السيدة تسير النوراني قيادية بحقوة الحرية والتغيير ونحن أيضا نتمنى للسودان إن الأوضاع تهدأ فيها لأن السودان كانت بداية انطلاقة جديدة لها نسأل لني شياطين العربي بعيدوا عن السودان عشان تنطلق خلنا نشوف اللي بعد كده